شرطة بلتمور تقنع المحتجين بعد فوضى الاحتجاجات تم اعتقال عشرة أشخاص على الأقل بعيدة الاحتجاجات التي اندلعت في بلتمور حيث تم فرض حظر التجول على عرض البلاد على أثر الفوضى التي عمت المنطقة كل هذا بعد مقتل الشاب فريدي جري وجهت تهمة الصرقة لإثنين وتهمة استلوك غير منظمة لسالس أما البقية فاعتقلوا بسبب مخالفة أوامر حظر تجوال كما وظل بعض المحتجين في الشوارع متحدين حظر تجوال فكان عليهم مواجهة رزاز الفلفل والشرطة كما ويسمح لوسائل الإعلام في البقاء في الشوارع بغية تغضية تطورات القصة على الرغم من أن طائرات الهولوكبتر أعلنت من خلال مكبرات الصوت أن الصحفيين المخالفين للقوانين حظر التجول سيتعرضون للاعتقال وبعد أن دخل حظر تجوال حيث التنفيذ واجهت الشرطة بعض المحتجين المتجمعين حول النار في شارع بنسلفانيا كما وواجهوا أيضا مجموعة من المحتجين كانوا مستلقين أرضا في إشارة منهم إلى العصيان المدني بينما قام آخرون بمواجهة الشرطة برمي الزجاجات الفارغة والحجارة والطوب عليهم يا سادة وقد تم استدعاء حوالي ألفين عنصر حفظ نظام للحفاظ على القانون في المدينة وبعدما انقشع الدقان قام بعض المدنيين بتنظيف الشوارع وتنظيف ركام إحدى السيدليات المخبرية التي تم حرقها أرضا فما رأيكم أنتم يا سادة ترجمة نانسي قنقر